عايزين بقى نروح نسيب ده كله ونروح كمان نشوف الصحف الصحف العالمية والعنوين الرئيسية للصحف العالمية قالت ايه نشوفه مع المحترف يا طرق قالت ايه الصحف العالمية حنبدأ جولتنا النهاردة في صحيفة طبعا آس الأسبانية وطبعا ركزت على تطورات سعي ريال مدريد للتعاقد مع النجم الفرنسي مبابي وكتبت الجريدة ريال مدريد لا يستسلم كمان اتحدثت الجريدة عن انتقال النرويجي مارتين اوديجارد من ريال مدريد إلى فريق الأرسنال وكتبت اوديجارد يرحل نحو الأرسنال اهتمت الصحيفة كمان بتجديد أتليتكو مدريد عقد لعب ماركوس اللورتيني وكتبت لورتيني يجدد عقده حتى عشرين سبعة وعشرين لسه في أسبانيا وتحديدا مع ماركا اللي يمكن أن تصرحات الألماني توني كروز لاعب طبعا ريال مدريد الخاصة بإمكانية انضمام انفابي للفريق كتبت الجريدة وقالت ربما أو على لسان طبعا توني كروز قال ربما ينضم إلينا لاعب من باريس سان جرمان كمان الجريدة تحدثت على انتقال أكيد مارتين اوديجارد من ريال مدريد لأرسنال وكتبت اوديجارد يعني رحيل وشيك إلى الأرسنال الصحيفة اهتمت طبعا بتجديد أتليتكو مدريد عقد ماركوس لورينتي لغاية عشرين سبعة وعشرين وكتبت ماركوس لورينتي يجدد عقده لعشرين سبعة وعشرين طيب من أسبانيا خلينا نروح لإنجلترا تحديدا صحيفة سان الإنجليزية اللي ركزت طبعا على غياب هاريكين عن لقاء توتنهام أمام باكوس البرتغالي في الدور الأوروبي وكتبت لا يعرف توتو طبعا سانتو ده مدير الفني لتوتنهام متى سيلعب هاريكين مرة أخرى الصحيفة كمان اهتمت بانتقال النرويجي زي ما قلنا مارتين اوديجارد إلى الأرسنال الجانرز من ريال مدريد وكتبت أرسنال في طريقه للحصول على اوديجارد نروح لصحيفة ديل ماري البريطانية اللي ركزت على تصريحات طبعا البلجيكي لوكاكو لوكاكو طبعا اللي انتقل من الإنتر إلى تشيلسي واللي أكد فيها على لسان لوكاكو أنه سأبقى طيلة حياتي مع تشيلسي طبعا لوكاكو بيأكد أنه بيرغب بنهاء مسيرته القروية مع فريق تشيلسي كمان كوريد الاسبورت الإنجليزية الإيطالية هنروح لها اللي هي تحديدا بتركز على حوار مع الإيطالي دونا روما حارس طبعا حضراتكم عارفين دونا روما حارس السابق لفريق الإنتر والميلان والحالي لباريس سان جيرمان كتبت الجريدة دونا روما أريد أن أصبح الأقوى على الإطلاق طبعا دونا روما من أفضل حراس يمكن حصل على أفضل لاعب في الييرو عشرين عشرين وحارس أعتقد أنه هو هيكون حارس المستقبل لباريس سان جيرمان والمنتخب الإيطالي لسنوات طويلة قادمة إن شاء الله اهتمت كمان بسوق انتقالات وكتبت بدرو إلى لاتسيو تم الاتفاق مع بدرو للانتقال إلى لاتسيو طيب نسيب إيطاليا ونروح لفرنسا أكيد طبعا جريدة الكيب الفرنسية اللي تحدثت طبعا عن تأثير النجم الأرجنتيني أو رحيل اللي هو الميسي على باريس سان جيرمان وما يقدمه في التدريبات زي ما بقول لحضراتكم وكتبت كأنه السحر ميسي يقدم تدريبات وكأنه السحر اهتمت هذه الجريدة كمان بسوق الانتقالات أولمبيك ليون وكتبت أمرسون لتعزيز صفوف أولمبيك ليون زي ما بقول لحضراتكم يمكن الصحف كلها وخاصة الخاصة بالصحف الفرنسية وعلى رأسها طبعا اللي كيب بتقول قد إيه ميسي رغم لم يشارك ميسي الغد دلوقتي مع باريس سان جيرمان لكن الكل مبهور جدا بميسي الكل مبهور بما يقدمه ميسي من خلال هذه التدريبات وكمان زي ما بقول لحضراتكم ومش الصحف ولا النقاط ولا المتابعين لا كمان على مستوى اللعيبة داخل باريس سان جيرمان وقلنا أنه كمان إيه ميسي الرغم أنه طبعا يمكن مثل أعلى كريستان رونادو لكن لما شاف ميسي داخل الملعب في التدريبات يعني انبهر كتير جدا جدا بأداء ميسي ترجمة نانسي قنقر